بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام حبيبي طلبة وطالبات الصف الرابع النهاردة ان شاء الله هنعمل امتحان كامل أنا صورت لكم امتحان ورقي كامل وشامل للوحدة السبعة طبعا احنا خلصنا الوحدة السبعة والحمد لله فيديوهاتها كلها موجودة في قيمة تشغيل في القناة قيمة تشغيل كتبالكو عليها الصف الرابع الابتدائي الترمسين تمام كده عشان اللي لسه أول مرة يشوفوني ده امتحان ورقي أنا عملته صورته يعني صورته لكم هنحله ان شاء الله كامل معكم هنحله مع بعض دلوقتي بس أتمنى ما تتابعوش معي الفيديو ده إلا لما تكونوا مذاكرين الوحدة السبعة كلها كل درسها عشان تحلوا معي وتكونوا متابعين معي كويس قبل ما يبدأ الفيديو أتمنى تعملونا لايك عشان الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد أول سؤال زي ما تعودنا من الترم الأول listen استماع تستمع للمدرس في اللجنة الامتحان بيقول لك مثلا فقرة من سطر أو سطرين بتستمع لي وبعدين بتحط علامة صحة أو خطأ قصد كل جملة من الثلاث جمل اللي هم الدهم لك أنا هقول دلوقتي الفقرة اللي هقولها ديت هقولها من خلال المنهج اللي انت درسته في الوحدة السبعة ما بيجيبش حاجة من بره طيب استمعوا بقى معي كده كويس ده طبعا السؤال ده بينمي مهارة الاستماع عند الطالب نهر النيل بيساعدنا ان احنا نزرع الطعام بتاعنا نهر النيل له فرعين في مصر نهر النيل هو اطول انهار العالم ده ترجمة الكلام اللي انا قلته تعالوا بقى نشوف الجمل دي ونحط قدام كل جملة صحة أو خطأ اول جملة حبابي صح طبعا يبقى هاجي هنا خانة T يعني true صح الخانة التانية F احط لو الجملة غلط احط هنا علامة صح لو الجملة غلط في خانة F طبعا الجملة دي صح يبقى احط صح هنا تعالوا معي على الجملة التانية لا انا قلت ان خلال الكراءة اللي انا قرأتها وانتوا استمعتوا ليها ان نهر النيل له فرعين في مصر يبقى الجملة دي خطأ يبقى هاجي هنا وحط علامة هنا في خانة F حطتها بقى خطأ صح المهم ان هي تكون في خانة F طيب أطول نهر في العالم طبعا الجملة دي صح يبقى احنا كده خلصتها استمعنا وحلينا سؤال الليسنينج كله صح طب تعالوا معي السؤال اللي بعد كده سؤال choose اختر طبعا اتفقنا قبل كده ان هو بيجيب لك الجملة تحتها اربع اختيارات بتستبعد الاول وقلت قبل كده كتير في سؤال choose نستبعد اللي ما ينفعش الاول وبعدين لو في عندي اتنين ممكن يعني لو الجملة صعبة شوية وفي عندي اختيارين ممكن افكر فيهم افكر فيهم بس اهم حاجة استبعد اللي ما ينفعش الاول number one when the wizard is to a i drink cold water انا بشرب مية سقعة امتى لما يكون التقس مالو كلمة wizard يعني تقس ولتلكوا يا سنة ربعة قبل كده كتير انتوا اي طالب سواء في ابتدائي او اعدادي او سنوي اهم حاجة في اللغة الانجليزية حفظ الكلمات هتحفظ كلمات من صغرك يبقى ان شاء الله اي سؤال هتجاوبه لما يكون التقس ايه بشرب مية سقعة hot ولا cold ولا rini rini يعني ممطر ولا ثنوي اللي هو ايه بقى بينزل تلجي بقى وجليد لا بشرب امتى مية سقعة لما يكون الجوحر يبقى hot يبقى اختار hot تمام احط خط تحت hot بالشكل ده الجملة التانية we easily easily يعني بسهولة جا من easy سهل easily بسهولة two different environments environments بيئات مختلفة بنعمل بسهولة مع البيئات المختلفة فاكرين كلمة يتكيف اخذناها في اول درس adapt adapt يعني يتكيف يبقى اختار كلمة adapt بالشكل ده number three the has water sun and fertile soil فاكرين fertile soil يعني ايه تربة خصبة تمام زي ايه بقى has water sun and fertile soil فيه مية وشمس وتربة خصبة طبعا الصحراء لا desert لا oasis oasis يعني واحة arctic christian اللي هو القطب الشمالي منطقة القطب الشمالي ولا river النهر طبعا النهر يبقى اختار النهر number four he starts start يعني ايه حبيبي يبدأ to bury بدأ ايه to bury قبل كده كتير ان to لو جي بعدها فعل في المصدر يبقى معناها لكي يحفظوها بقى دي لو جي بعدها مكان يبقى معناها الى لو جي بعدها فعل في المصدر يبقى معناها لكي to bury لكي يدفن الصندوق under the ground تحت الارض يبقى هو بدأ ايه عشان يدفن الصندوق تحت الارض بدأ dig يعني ايه يحفر run يجري shopping شراء jump يكفز طبعا الكلمة الوحيدة او الاختيار الوحيد اللي هينفع هو digging طيب ليه جايب الاختيارات كلها فيها ing لان start يبدأ لو جي بعدها start ولايك يحب لو جي بعدهم فعل على طول مباشرة من غير اي فاصل لازم اضف له ing بدأ الحفر هنا معناها الحفر الجملة اللي بعد كده هي نقط in the village village يعني قرية اوه هو كان في القرية حيث ولد اللي تولد فيها where اللي تربى فيها او كبر فيها where he grew up grew up يعني كابرة او نمى فيها جاء ده الموضي بتاع grow up g r o w طبعا الكلنا عارفينه طيب هو كان في القرية اللي تربى فيها طيب r ما تنفعش لان r دي مبدئيا كده للجمع وهي دي مفرد ووير ما تنفعش ما انا عندي هنا اختيارين ما ينفعوش خالص تمام طيب had ولا ووز طبعا كان يعني ووز كان يعني ايه ووز هاد ما تنفعش لان هاد معناها لديه انا هنا عايز اقول هو كان في القرية اللي تربى فيها يبقى ووز السؤال اللي بعد كده رتب الكلمات عشان تعمل جملة مفيدة والتمرين ده خدنا كتير الترمي الأول الحمد لله والناس اللي امتبعاني احنا دربنا عليه كتير ببدأ بالكلمة اللي تحطيها خط لو اسم بدور بعديها على طول على فعل فارمرز الفلاحيين طيب بيعملوا ايه الفلاحيين انا عايزة فعل فارمرز الفلاحين اسم انا عايزة فعل بعديها جرو يزرعوا بيزرعوا ايه لازم اشوف بيزرعوا ايه الحاجة اللي بتتزرع بقى هي اللي بعدها كروبس كروبس محاصيل كلمة كروبس يعني محاصيل نير بالقرب من زانيل وتبقى الإجابة بتاعتنا بالشكل ده وزي ما انتوا شايفين انا سايب مسافة بين كل كلمة والتانية وقلتلكو ده من اساسيات الخط الكويس فارمرز جرو كروبس نير زانيل الجملة لبعد كده is وقليمت كليمت يعني مناخ وتمبرت يعني معتدل طيب هبدأ بwhat تمام كده what يعني عايز اقول ما هو المناخ المعتدل يبقى ايه بقى what is a تمبرت كليمت what is a تمبرت كليمت what is a تمبرت كليمت السؤال اللي بعد كده سؤال الكطع read the passage and answer the question بنقرأ الكطع ونحل عليها الاسئلة وقلتلكو قبل كده ان سؤال الكطع بييجي من خلال المنهج اللي درسناه بيجيبش حاجة من بره ومن الكلمات اللي انت اخدتها يعني حتى لو جاب لك كطع جديدة عليك بتبقى كلماتها كلها انت واخدها تعالوا نقرأ مع بعض كده الكطع بنراحة ونترجم واحنا ماشيين بنقرأ last summer الصيف الماضي i visited my grandparents زرت اجدادي i visited طبعا ماضي بسيط اللي شرحناه في الدرس التالت my grandparents who lived in a small village اللي عايشين في قرية صغيرة يبقى الصيف اللي فات انا زرت اجدادي اللي عايشين في قرية صغيرة it was a very quiet place كان مكان ادي عيدة على القرية مكان هادي جدا quiet يعني هادي وبليس مكان the air الهواء wasn't مكانش polluted يعني مكانش ملوس there were كان يوجد a lot of plants and green areas كان يوجد كثير من النباتات plants and green areas والمناطق الخضراء unlike my city بعكس مدينتي او بعكس او على عكس unlike my city the life is busy in in it تمام بعكس مدينتي بقى الحياة مشغولة او مزدحمة فيها تمام يبقى هو هنا بيقارن بين القرية وبين المدينة اللي هو عايش فيها بيقول اللي انا شفته في القرية من نباتات ومناطق خضراء وهوى نظيف بعكس مدينتي ان الحياة اللي الحياة فيها is busy مزدحمة ومجغولة is in it in my city the smoke covers the sky الدخان او العوادم السيارات بتغطي السماء covers يعني يغطي زرار يوجد للجمع a lot of كثيرا من cars and trucks شاحنات وصيارات they are very noisy مزعجين جدا noisy يعني مزعج مزعج i loved the country the country اخدناها الدرس الاخير في الوحدة الدرس الخامس في الوحدة السبعة the country يعني الريف i loved the country more انا حبيت الريف اكتر the life is good الحياة جيدة او كويسة for me من اجلي in the country الحياة لي او بالنسبة لي انا اجمل في الريف الكطع سهلة وجميلة وقرناها كلها تعالوا بقى نحل الاسئلة بيديك طبعا الاول ثلاث جمل وتحط علامة صحة او خطأ قدام كل جملة وبعد كده سؤالين بنطلع اجابتهم من الكطع تعالوا كده معين نشوف الجمل the country is very quiet الريف هادي جدا طبعا صح يبهاجي هنا قصاد الجملة الاولى وحط علامة صح number two the stars اللي النجوم الصارز دي يعني النجوم اللي ما عرفهاش cover تغطي the sky السماء في المدينة طبعا لا ده الدخان اللي بيغطي السماء يبقى خطأ الجملة الثالثة the life is busy in the country الحياة زحمة مشغولة في يعني الشغل كتير في الريف وفيه ازدحام في الريف ده قصده كده لا طبعا ده الكلام ده في المدينة يبقى الجملة دي خطأ برضو تعالوا معايا لما نشوف السؤالين الريتنج اللي هنكتب اجاباتهم من القطع number one how was the air in the village شكل الهواء ايه في القرية يعني كيف يكون الهواء في القرية ملوس مش ملوس طبعا هنا في نرجع للقطع تاني يعني مش ملوس يبقى هاجي هنا واكتب السؤال اللي بعد كده what makes noise in the city ايه اللي بيعمل ضوضاء في المدينة طبعا العربيات والشاحنات cars and trucks وتبقى الايجابة بتاعتنا بالشكل ده cars and trucks طيب تعالوا معايا السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال ماتشنج مدينا عمودين aub زي ما انتشايفين وكل اختيار من هنا بينسبوا اختيار من ناحية التانية بس بقى للاختيارات هنا الاول والاختيارات هنا الاول وعد بقى خلوا بالكوا في هنا خمسة في هنا ستة معنى كده ان هنا في اختيار زيادة انا مش هحتاجه تعالوا الاول كده our town has town d قدنا مبارح في الفيديو للدرس الاخير مدينة صغيرة المدينة بتاعتنا صغيرة فيها ايه هاز يعني لديها او تمتلك i learn mass انا اتعلم الرياضيات i put on انا ارتدي بتساوي where خدناها برضو all the cards where كل السيارات كانت let's sit down let's يعني دعنا او هيا بنا يلا بينا نجلس let's sit down تلكوا let's بتستخدم للاقتراح طيب تعالوا معايا هنا a green t-shirt او t-shirt اخطر طيب معنا كده او يبقى كده مبدئيا كده دي هتناسب انا ارتدي طيب gas cars in the post gas cars in the post سيارات البنزين في الماضي وبعدين at school في المدرسة and look inside the box ونظر داخل الصندوق a shopping area منطقة منطقة تجارية on his face على وجهه تعالوا بقى معايا نحل واحد واحد كده او ارتون مدينة الصغيرة فيها ايه فيها ايه طبعا دي مش هتنفع ولا دي ولا دي ولا دي يبقى هياخد a shopping area يبقى هيجي هنا اصاد ون وحط ايه او فيه هنا مربعات اهي خلي بالكو فيه مربعات يبقى حط هنا ون يبقى هاجي هنا جنبي ايه وحط ون طب تو اي لير نميس انا اتعلم الرياضيات اه at school يبقى احط هنا تو اي بوت اون انا ارتدي اجرين تي شيرت يبقى هنا سري all the cars where كل العربيات السيارات كانت في الماضي gas cars in the post يبقى هنا four number five let's down هيا بنا او دعنا نجلس وننظر داخل السندوق لاني ما ينفعش اقول هيا نجلس على وجهه on his face يبقى دي تتبقى هي دي الزيادة عندي مش محتاجة السؤال اللي بعد كده سؤال القطع اللي نقصها كلمات تمام طيب ديت بنشوف الكلمات اللي فوق الاول طبعا كلها بتيجي برضو من اللي احنا درسناها وحافظنها catch took give mouse نقرأ القطع مرة واثنين وبعدين نقرر ناخد كلمات من فوق نحط كل كلمة في مكانها المناسب the city mouse for the city visited the country mouse in his hole في الجحر بتاعه in the ground في الارض the country نقاط was pleased يعني كان مسرور يبقى الريف طبعا فار المديرة لما ظهره فار الريف كان مبسوط يبقى the country ماوس يبقى ماوس هتبقى number one هي نقاط his friend grass and seeds اعطى صديقه عشب وبزور يبقى give give تبقى number two تمام the city mouse said احنا انتفقنا قبل كده said يعني call الموضي بتاع say شكرا توقف عن الاكل توقف stop برضو لما ييجي بعدها فعل بينضف له ing فار المدينة توقف عن الاكل and ran to ايه اه وجري عشان ايه اترين اترين عشان يلحق بقطار الساعة تمانية كاتش اترين يعني يلحق بالقطار يبقى كاتش هتبقى number three هتبقى الايجابة بتاعتي بالشكل ده ماشي كده ماوس give كاتش طيب الزيادة عند الكلمة زيادة توق طب انا ليه ما اخدتش كلمة طب هنا ما تنفعش اصلا ان to بيجي بعدها الفعل في المصدر هياخد كاتش تعالوا معايا بقى لما نشوف السؤال اللي بعد كده بنك تويت علامات الترقيم وقلت قبل كده ان علامات الترقيم اللي هي الحرف الكابيتل في اول الجملة جوه الجملة لو اسماء دول او اشخاص بحط حرف ببدأها بحرف كابيتل لو الضمير اي بيبقى حرف بيبقى كابيتل في اي مكان في الجملة لو فيه ابوصرف في كما واخر الجملة لو جملة احط نقطة لو سؤال بحط علامة استفهام وطبعا قلتلكم بنكتب الجملة كاملة وانا بكتب اسناء الكتابة وانا ماشي في الكتابة بعمل علامات الترقيم وبحط تحت كل علامة خط صغير بالشكل ده حبيبي كده اهو ليه الناس بيعيشوا في المكان اللي بيعملوا فيه طبعا ده سؤال حط تحتها على خط صغير وعلمت استفهام عشان ده سؤال طبعا جوه ما لقيتش اي حاجة محتاجة يعني مفيش حروف كابيتل مفيش ابوصرف مفيش كما بس هم العلمتين دول المطلوبين مني السؤال الاخير بقى اللي هو القطعة جايب لك قطعة برضو من الوحدة السبعة اللي احنا درسناها ما بيجيبش حاجة من بره بقولك عنوان القطعة ايه يورتاون مدنتك زمان ودلوقتي مدنتك في الماضي ودلوقتي هنكتب طبعا مدنتنا كان فيها كذا في الماضي وبعد كنا دلوقتي فيها كذا مدينك كلمات وخلي بالكو عنوان السؤال عايز اربع جمل تركز جدا في عنوان السؤال عايز اربع جمل جاس كارز سيارات بنزين الكتريك كارز سيارات بالكهرباء شوبينج اريا منطقة تجارية وهنا مول اللي هو مركز تجاري تعالوا نشوف هنكتب ازاي مع بعض البريغراف ده طبعا حتة جاس كارز سيارات بنزين وسيارات كهرباء دي هعملهم مع بعض في جملة واحدة او جملتين بس هيبقوا مع بعض ازاي اقول شو بقى بصو انا كتبت ازاي طبعا انا كتبت اربع جمل او خمس جمل المهم ان انا يعني ما يبقاش اقل من اربع جمل في الماضي كل السيارات كانوا سيارات بنزين دلوقتي او النهاردة we have electric cars عندنا سيارات كهرباء حط نقطة ابدأ الجملة الجديدة بحرف capital المدينة بتاعتي كان فيها في الماضي منطقة تجارية ولكن ولكن ايه ولكن كانت قديمة جدا today we have a big modern shopping mall عندنا دلوقتي مركز كبير وحديث للتسوق تمام يبقى كده كتبت باريجراف صح 100% ان شاء الله تجيب في الدرجة النهاية وبكده حبيبي نكون حلينا امتحان كامل وشامل الحمد لله وجميع انواع الاسئلة حلناها على الوحدة السبعة اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى كل اللي يستفيد من الفيديوهات يدي الاحمد ابني بالرحمة والمغفرة وان شاء الله قبلكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا